صباح الخير موية بالفعل تحدثت مع بعض المصادر بالأمس والتي أكدت أنه لا توجد هناك شروط لم تلتزم بها مصر أو شروط مؤجلة السبب في هذا التأجيل ولكن أكدت المصادر أن هذا التأجيل يرجع إلى تغيير الحكومة بشكل كامل وأن المجموعة الاقتصادية أيضا تغيرت بصورة كبيرة وبالتالي هناك مهلة يمنح الصندوق في المعتاد للحكومات عند التغيير لدراسة الملفات مجددا خاصة وأن الحكومة أمامها عشرة أيام وحتى الواحد وعشرين من يوليو حتى تحصل على ثقة البرلمان في برنامجها وبالتالي تزاول عملها كحكومة مشكلة في مصر وحاصلة على ثقة البرلمان المصري وبالتالي هذا هو السبب وراء هذا التأجيل وأكدت المصادر أن هذا معتاد دائما في حالة تغيير الحكومات فهيما فيما يتعلق بأرقام التضخم لشهر يونيو جاءت متوافقة مع توقعات المحللين ما الأسباب الذي ساهم في ذلك في هذا التراجع لشهر الرابع على التوالي؟ وأيضا ما هي التوقعات في ضوء تصريحات رئيس الوزراء؟ بالطبع ماية كانت التوقعات أن يواصل التضخم اتجاهه الهبوطي وبالفعل جاءت الأرقام متوافقة مع التوقعات 27.5% مقرنة مع 28.1% في نهاية مايو الماضي وفقا للجهاز المركزي للتعباء والإحصاء جميع تقريبا مجموعة الأسماك مجموعة الزيود الفاكهة على تراجع السكريات السكر والأغزاء السكرية على تراجع ولكن بخلاف ذلك كل القطعات الأخرى على ارتفاع ونحب أن نشير هنا إلى أن سنة الأساس هي عام الرئيسي في تراجع التضخم بصورة كبيرة خاصة وأنه إذا نظرنا للتضخم على المستوى الشهري سنجد أن هناك ارتفاع خلال شهر يونيو بنسبة 1.8% في حين أنه سجل في مايو الماضي تراجعا بـ 0.8% كان إنعكاس بالطبع للتراجعات التي شهادتها أسعار المواد الغذائية بشكل خاص على المستوى الشهري ارتفاع 1.8% بدعم من كافة القطاعات على ارتفاع قطاع الطعام والمشروبات على ارتفاع 3% بالرغم من تراجع أيضا مجموعة الأسماك والزيود والدهون المشروبات على ارتفاع 0.2% الملابس والأحذية 1.2% المسكن والمياه والكهرباء 0.5% أيضا على التغير السنوي ارتفاعات يعني مكرنة شهر يونيو بشهر يونيو الماضي ارتفاع الطعام والمشروبات 30.8% الملابس والأحذية 25.9% وبالتالي فإن سنة الأساس هي المحرك الرئيسي في الوقت الحالي لتراجع الأسعار لكن بالطبع هناك تساؤلات حول اتجاه التدخم في الفترة المقبلة في ظل تصرحات رئيس الوزراء عن أنه لابد أن تتجه الدولة إلى رفع أسعار القهرباء وأيضا رفع أسعار البنزين والسولار السولار هو عنصر رئيسي يؤثر بشكل كبير في رفع أسعار السلع وأسعار النقل بالطبع لأنه يدخل في عملية النقل وبالتالي يؤثر في أسعار السلع رئيس الوزراء تحدث عن رفع أسعار القهرباء ورفع أسعار البنزين أيضا تحدث عن تحريك محسوب لأسعار الأدوية الأدوية هناك نقص كبير في الأدوية في الأسواق في انتظار قيام الحكومة بتحريك أسعار الأدوية حيث أن الأدوية يتم تسعارها بشكل جابري في السوق المصري وبالتالي نترقب أيضا خلال هذا الشهر رفع أسعار الأدوية والتي أكد رئيس شعبة الأدوية في الغرف التجارية أن الرفع يمكن أن يصل إلى 40% في بعض الأدوية هذا كله بالطبع يمكن أن ينعكس على أرقاء التدخم خلال الشهور المقبلة فهيما طبعا سنراقب افتتاح الأسواق المصرية بعد قليل ولكن ربما سنراقب اليوم أيضا ناسهم سويدي إلكتريك بعد أخبار أن شركة تابعة لشركة IHC المدرجة في أبوظبي قامت بشراء 20% في شركة سويدي إلكتريك هذه الشركة هي 2.0 ومن المتوقع تنفيذ الصفقة في السوق اليوم بالطبع عرض الاستحواز الذي تقدمت به أحد الشركات التابعة وهي شركة إلكترا هولدينج انتهى عرض الاستحواز يوم الاثنين الماضي بالفعل استجاب نحو 20% من حملة الأسهم لهذا العرض العرض قيمة السهم فيه دولار وخمس سنتات قيمة الصفقة نقدرها وفقا لعدد الأسهم التي استجابت لهذا العرض بها حوالي 450 مليون دولار سيتم تنفيذ الصفقة اليوم وفقا للقانون مع انتهاء عرض الاستحواز آخر يوم فيه هناك خمسة أيام عمل لتنفيذ الصفقة وبالتالي سيتم تنفيذ الصفقة اليوم بالطبع نترقب فقط ما إذا كانت شركة السويدي للكابلات أو السويدي إلكتراك ستكمل رحلتها في البورصة المصرية إذا كان أحد المساهمين قام بالتنازل عن جزء من أسهمه من خلال العرض أما في حين قلت هذه النسبة التداول الحر عن 10% ستخرج هذه الشركة من البورصة بالطبع السوق يسير في الوقت الحالي في اتجاه عرضي بالأمس ضغط سهم البنك التجاري الدولي بقوة على المؤشر الرئيسي على الرغم من أن المؤشر الرئيسي أنهى اليوم على ارتفاع 0.2% ولكن بالطبع معظم القطاعات كانت على ارتفاع وخاصة القطاع العقاري ولكن سهم البنك التجاري الدولي تراجع بـ 1.5% مما أثر سلبيا على حركة المؤشر الرئيسي بصورة كبيرة المحللون يرون أن السوق في انتظار على الرغم من السيولة الكبيرة ولكن في انتظار محفزات من الحكومة أن نشهد بعض التحرك من الحكومة فيما يتعلق ببرنامج الترحات إذا كان سيتم استقناب برنامج الترحات في البورصة في أكتوبر المقبل وبالتالي نترقب إعلان عن شركة أو شركتين يتم تداولهم في البورصة أو ترحوهم في البورصة خلال هذه الأشهر وبالتالي يمكن أن يكون هذا محفز أكبر للسوق أيضا تأثرت السيولة بالأمس السيولة كانت في حدود ثلاثة ونصف مليار جنيه تأثرت السيولة بالأمس باكتتاب شركة أكت فينانشل والذي بدأ بالأمس وعلى الرغم أنه لا يكون هناك إقبال كبير في الأيام الأولى للاكتتاب العام والخاص إلا أنه وفقا للأرقام بالأمس تم تغطية الإكتتاب بالأمس فقط 2.5 مرة وبالتالي هناك ضغط على السيولة في ظل وجود إكتتاب لإحدى الشركات في البورصة هذه الأيام ترجمة نانسي قنقر